وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا عزة إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي ألم بيك أستاذ عزة وكما تبعت معنا بيان الخارجية المصرية الذي أكد ويؤكد دائما على ثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولاته المستقلة وفقا لمقرارات الشرعية الدولية كيف قرأت البيان أعتقد أن الدعم المصري لفلسطينيين أمر لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن أن نساوم عليه أحد لكن أنا شايف أنه بالفعل هناك بيان متوازن يرى أنه هناك أولوية للدراسة المدانية للرؤية الأمريكية ويرى أنه ضرورة تمنح الفرصة للطرقين للجلوس والتقاوض وترحل الرؤى الخاصة به هذا الأمر والوصوف على أبعاد من طرحات الولايات المتحدة الأقرح الذي طرحات الولايات المتحدة الوثيقة في أكثر من 181 صفحة أعتقد أن هناك حاجة مثل للدراسة المتأنية بالفعل نعم وأن تكون قنوات الحكوار قادرة على توفير بيئة ومناخ لإستناف المفاوضات نعم إذن ما تقوله أستاذ عزة أن هذه الخطة بتعد رؤية لحل عملية السلام مثل كافة الخطة السابقة التي في نهاية الأمر تفسح المجال للمفاوضات للحصول على أقصى قدر من المصالح متأكيد لأنه ده اللي بدأ به البيانة أن هناك أولوية بالنسبة للمصر يتوصل إلى تسوية لاستعادة الحقوق وأقامة دولة مستقلة للفلسطينيين وفقا للشرعية الدولية أعتقد أنه العنوان العريض هنا أنه المصر تريد أن تقول أنه كل ما تم استنزافه من جهود الفترات السابقة وفترات التوقف على التطاوض النواة الطويلة أدت إلى مدد من اتضار حقوق الفلسطينية وبالتالي اليوم تعاملوا مع الطرح الأمريكي باعتباره مجرد رؤية ليس هناك اتفاق ملزم ولكن لابد من منح الفرصة للجلوس على مدد التطاوض واستقناب حوار انقطع منذ فترات طويلة خصوصا أنه المرة الأخيرة التي جلست فيها الفلسطينيون والأركادة الفلسطينية مع الرئيس الأمريكي كانت منذ فترة طويلة من السنوات طويلة وبالتالي أرى أنه بالفعل هناك حاجة إلى تقريب المسافات وحتى لو كانت اليوم السلطة الفلسطينية لا ترى أنه هناك حاجة للجلوس مع الإسرائيليين أو الرعاية الأمريكية أعتقد أنه أزير أمور في حاجة إلى مراجعة نعم يعني دائما ما تشدد مصر على دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصالحه وحقوقه وترفض القاهرة توجيه يمكن ضغوط على الفلسطينيين للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم وقناعاتهم بالتأكيد مصر قيادة المصرية على مدى تاريخها بترى أنه الدعم دعم الفلسطينيين أولوية قصوى بالتالي مسألة الضغوط ومرص الضغوط من أجل تنفيذ رؤية بعينها أعتقد أن مصر بعيدة تماما عن هذا الأمر مصر هي التي منذ بداية عملية السلام في المنطقة وهي التي دعت الجميع إلى الجلوس على مدى التفاوض واليوم هناك من تذكر المشهد الشهير عندما كان الرئيس الراحل أمور السادات يجلس يتفاوض باسم الفلسطينيين ويدعوهم إلى الجلوس إلى مدى التفاوض اليوم نرى أنه لا يوجد سوى الرئيس الأمريكي والرئيس الوزراء الإسرائيلي الغياب التام أعتقد أنه كثيرا ما يؤدي إلى مزيدا من إهضار الحقوق والأراضي ولكن أستاذ عزة هل تعتقد أنه كان من المهم أي تحرك في هذه المرحلة استغلال يمكن فرصة للدخول في عملية تفاوض مرة أخرى حتى إذا كانت هذه التحفظات موجودة من قبل الفلسطينيين هل تعتقد أنه ممكن التعاطي من جانب المسؤولين في فلسطين مع هذه المبادرة؟ أعتقد أن ردود الأفعال الأولية بعيدا عن الموقف المصري أعتقد ردود الأفعال الأولية ليست مواتية تماما للتعامل بجدية مع الطرح الأمريكي هناك هجوم من كافة الفصائل الفلسطينية على هذا الطرح هناك خاصة فيما يخص مسألة القدس هناك أيضا حتى في الإعلام الأمريكي يرى أنه الطرح الأمريكي يحابي إسرائيل في مطرحاته وفي اقتناص مزيد من الأراضي خاصة في وادي الأردن لمصلحة إسرائيل وبالتالي أرى أنه لازالت المسافة والفجوة واسعة بشكل كبير هناك عنصر جديد يجب التعامل معه بجدية وهو أنه إسرائيل وأمريكا يريدان بالفعل أنه يضعوا مسألة قيد التنفيذ وبالتالي ناتنياه اتفق مع ترامب على وقف كافة العنشطة الإسطلطانية في الأراضي التي ستمنح للفلسطينيين كدولة لمدة أربع سنوات هو يريد أن يقول أننا نبادر بحسن النية ونبادر بحسن النواية من أجل أن يجلس الفلسطينيين وأن يأخذوا أراضيهم في المقابل الفلسطينيين يرفضون هذا الطرح ويرفضون الطرح الخاص بالقدس لازلت مسافة وفجوة واسعة لا أعلم إذا كانت المقاوضات يمكن أن تسفر عن شيء ولكن الوثيقة أصبحت وثيقة تاريخية الوثيقة أصبحت يجب التعامل معها بجدية لا نعلم مدى قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ ما تقول وبالتالي الطرف الفلسطيني من خلال المجالس المنتخبة في فلسطين والقيادة الفلسطينية أعتقد أنها قادرة على الوصول إلى رؤية حول ما إذا كانت ستجلس مع الولايات المتحدة والإسرائيل من عدمه شكرا جزيلا لك على هذا التحليل الأستاذ عزة إبراهيم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي